السلام عليكم ورحبا بكم مشاهدي الكرام على قناتكم ديمة الجديد لهذا الفيديو كنتم تكونوا بخير وعلى خير الفيديو سيكون على آخر تطورات القضية المرفوعة ضد حكيمي لعب المنتخب الوطني بعدما تهموا اللعب المغربي أشرف حكيمي بقضية اغتصاب فتاة فرنسية كيروجوا إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي منها أن حكيمي ممنوع من الصفر وأنه ما غاد يش يجي لمغرب وما غاد يش يكون في التشكلة اللي غاد يتلعب ضد البرازيل في الودية اللي غاد يتقاعم في مدينة طنجة يوم 25 مارس لكن هذه الإشاعات غير صحيحة تماما فبالعكس أخبار صحفية تشير أن أشرف حكيمي غاد يكون في الودية ديال المغرب والبرازيل وأيضا أشرف حكيمي غاد يكون مع الفريق الفرنسي في رحلة إلى ألمانيا في دور أبطال أوروبا الأربعاء القادم وغاد يلعب باريسان جرمان إياب ثم النهائي دور الأبطال لدى بايرن مونيخ بملعب أرينا الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة ليلا وخاء يعني مسموح من الصفر لكن حكيمي موضوع تحت المراقبة القضائية والمدعي العام وجه له رسميا تهمة الاغتصاب وبخصوص المحامية ديالحكيمي فهي صرحت أن المدعية رفضت الخوضع للفحوصات الطبية والنفسية من طرف الجهات الرسمية ورفضت أيضا تقديم شيكاية ورفضت مواجهة حكيمي وقالت بأن عندها وطائق بأن الشرطة عندها وطائق تثبت أن حكيمي كيتعرض لمحاولة ابتزاز في المقابل المحامية ديالشابة المدعية وقالت بأن حكيمي تطلب لها السيارة وهي اللي جبتها عنده حتى المنزل ودفع الأجرى لمول السيارة وأن المدعية متمسكة بالأقوال ديالها وقد تهدر فقط أمام العدالة وما بغتش الشهرة حفاظا على السلامة ديالها وصرحت أن حكيمي قام بتقبيلها ولمسها بدون رغبتها ثم قام باغتصابها وهي تقاويم لحين استطاعت دفعه والهروب ولم يلاحقها وقالت بأن عندها شواهد طبية تؤكد كل ما سبق هذا أخوتي هما الأخبار اللي كينين حاليا عبر مختلف مواقع تواصل الاجتماعي على القضية ديال حكيمي اللي كانت منه ويقدر يعني يتبت البراءة دياله وما يتمش الحكم عليه بحال سعد المجرد اللي كانت منه ولو تهوى في يوم الاستئناخ يكون الحكم عليه يعني ضي البراءة وينتهي هاد المسلسل ديال التهم اللي كانت تلسق بالنجوم ديالنا المغاربة وأول تصريح للوالدة ديال حكيمي قالت بأن قلبها كيخبرها أن ولدها باريء وحكيمي كيتمتع بحسن التربية كما العالم شافوا يعني وكيشهد ليه بالأخلاق العالية ولا يستحق ما حصل له هذا هو التعليق ديال أم أشرف حكيمي لا يكون فعون يعني الأمهات ديالها أشرف حكيمي ولا سعد المجرد وكل شيء العائلة دياله والمحبين ديالهم اللي في العالم كامل شكرا لكم مشاهديا الكرام على متابعتكم للفيديو دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله شكرا لكم